عقد خالد عبدالغفار وزير الصحة اجتماعا مع نظيره التركي فخر الدين كوجة عبر الفيديو كونفرنس لبحث سبل التعاون المشترك لتقديم الدعم للأشقاء الفلسطينيين خلال الاجتماع أشار عبدالغفار إلى تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على رسول السفينة التركية والمحملة بالمساعدات الطبية في ميناء العريش والتي تحوي عددا من المحولات وعشرين سيارة إسعاف وعشرين مستشفى ميدانيا مجهزا بالكامل كما أكد الوزير على أهمية تحديد قائمة بأسماء المرضى بمستشفى الصداقة التركية الفلسطينية التي تعرضت للدمار وكانت تضم عددا كبيرا من مرضى الأورام لتحديد سبل المناسبة لتقديم العلاج الخاص بهم وشدد الوزير أيضا على جاهزية المستشفيات المصرية خاصة في محافظة شمال سيناء وتوافر الأسرة لاستقبال أعداد أكبر من الجرحة والمصابين من الأشقاء الفلسطينيين والتنصيق فيما يخص نقل المرضى من غزة إلى مصر وتركيا لتلقي العلاج اللازم لهم لمن هم بحاجة إلى ذلك الإجراء من جانبه وجه وزير الصحة التركية الشكر إلى مصر لتقديم كافة سبل الدعم والمساندة للأشقاء الفلسطينيين فضلا عن المساعدة والتي قدمتها للجانب التركي في توصيل المساعدات الإنسانية التركية إلى قطاع غزة ترجمة نانسي قنقر